من خصائص الزمن أنه يغلف من الماضي بغلالة من الرومانتكية فنحن نتصور مدينة القرن الثامن عشر وكأنها صورة محفورة بعثت للحياة من أيام الفروسية قلاع غامضة، بيوت ذات سقوف مدببة دوارات هواء مبتكرة وآلات موسيقية وحسناوات وفتيان يفنون ويرتدون الملابس المزركشة لكن يجب أن لا ننسى عندئذ بأن الحسناوات لم يكن يغتسلن طيلة شهور عديدة وكن يطلين شعر الرأس بالشحم ولم تكن تستعمل الأواني والملاعق والشوك إلا في بيوت الأثرياء أما عامة الناس فكانوا يتبادلون الطعام بأيديهم ومن قدور مشتركة وكان الصابون من العجائب والأمور النادرة وكان الناس يغسلون ملابسهم مستخدمين الرماد والرمل وكانت المدن غارقة في الأوساخ والنفايات ولكن المهم ليس الجانب الكمي في هذه المسألة فما هو مهم الجانب النوعي فبأي شيء كانت تتلوث البيئة سابقا بالطبع كانت كل النفايات والأوساخ ذات منشأ عضوي وأما الصناعة الحديثة فقد تغيرت تركيبتها جذريا وهي رهيبة وغادرة وتؤثر تأثيرا كبيرا على حياتنا المدنية